بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أحبتنا في الله إنما كنتم في أرض الله الواسعة وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من إيدي بإيدك إيدي بإيدك برنامج شبابي عفوي بسيط لغة ليست معقدة دردشة إنجاز التعبير يعني مرتبة ترتيب بالحد الأدنى الأبسط هدف رئيس من ورائها إيصال الكلمة الطيبة عبر الحوار الشبابي لعلها تحدث تغييرا في النفس بعد أي نوع من التغيير إن شاء الله طبعا في القناعات الداخلية موضوعنا اليوم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى حتى ننتهي هو هل تثقوا بحكمة الله؟ هل أنا ممن يثقوا بحكمة الله؟ طبعا يشعدني وأتشرف وباسمكم أرحب بثلة ومجموعة رائعة من الملتقى العلمي لطلاب جامعة يلدز التقنية هنا في اسطنبول من حيث مصور في تركيا فأهلا ومرحبا بكم إذا في مجال نتعرف عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين أمير بن حاج سماعا من الجزائر طالب هندسة بحرية وهندسة سفن في جامعة يلدز تقنهي هندسة بحرية وهندسة سفن جميل أهلا يا أمير الله يبارك فيكم صلى الله أن تكون أميرا في الدنيا والآخرة إن شاء الله يا أهلا مرحبا بك حياكم الله إن شاء الله الأمور لباس والله الحمد لله لباس لباس يا عايش الكلمة الوحيدة اللي بعرفها فقط في أكثر من أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا من شعب الجزائر البطل الله يبارك فيكم حياكم الله سيدين و ردوان إكبازلي هندسة كمبيوتر سنة ثالثة حاليا جامعة نفس الجامعة هندسة كمبيوتر نفع الله بك يا ردوان وأهلا وسهلا بك إن شاء الله إن شاء الله يا رب يكون لك نصيبا تدخل من باب الردوان إن شاء الله بإذن الله يوم القيامة بإذن مولى عز وجل حياك الله يا ردوان اسم محمد بي بدوس هندسة مساحة في يلدز تقنية هندسة مساحة هندسة مساحة كلكم مهندسون يعني هي الجامعة فقط للهندسة تقنية فقط هندسات كل أنواع الهندسة يا أهلا ومرحبا بكم إذن الملتقى العلمي لطلاب جامعة يلدز التقنية طبعا هم تفضلوا علينا أنا سعيد جدا أني تعرفت عليهم في هذا البرنامج هنا في التصوير في تركيا في اسطنبول أصلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأكرر الترحيب بكم يا أحبة هل تثق بحكمة الله سبحانه وتعالى سأقول في المقدمة الآن لعله مما لا يخفى على أحد أنه أساس توحيد عندنا هو أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى لكن هذا الإيمان مش إيمان فقط أنه الله موجود فقط بهالبساطة هاي أن تؤمن بصفاته وأسمائه اللي منها أنه حكيم والحكيم هو الذي يضع الشيء المناسب في المكان المناسب بالطريقة المناسبة الآن إحنا موضوع حلقتنا يتعلق بقضية عقدية حساسة جدا وخطيرة أن حكمة الله سبحانه وتعالى والتي تقتضي أن يفعل أشياء معينة في أوقات معينة بطرق معينة مش بالضرورة ترق لي أنا كفرد ولا بالضرورة أصلا أستوعب المآلات المحتملة منها ولا بالضرورة أصلا أكون عندي استعداد لا خلقي وربما ديني للتعامل مع تطبيقات حكمة الله إنجاز التعبير فالموضوع هو من زاوية عقدي وبعض الأحيان قد يتسبب في بعض الناس لعدم فهم الحكمة للدخول في مآلات خطيرة ربما بعضها في حيات ضيقة يعني لارتكام ألفاظ كفرية بعض الأحيان لذلك طبعا من الأمور اللي أذكرها أحد الأشخاص أوقفني مرة قال لي يا فلان أم بيقول لي يا أستاذ أنا بدي أفهم ليش الله والعياذ بالله طبعا استغفر الله العظيم عما سأقول لك من باب التعليم قل ليش الله سبحانه وتعالى حاطت إحتاطه مني طبعا هذه باللهجة الأردنية حاطت إحتاطه مني بيقول لي بيكملي بيقول لي هو مملكي غيري بمعنى لما لم يقرر الله والعياذ بالله أن ينزل بلاءه إلا علي أولم يجد في الكون غيري يبتليه طبعا هذه ألفاظ كفرية لن يقاش فيها فكان يريد شيء هذا الشاب وطلبه من الله فربنا لم يستجب له بالطريقة التي أراد مباشرة فخرجت منه هذه الألفاظ يا إلهي يا إلهي كم هو صعب وغريب وعجيب أذكر هنا في عامية المقدمة قبل ما أطرح المحور الأول اللي هو كم هو استعدادي للثقة بما يأمر الله في ظاهره مما أكره هذا المحور لكن قبل ذلك حبب أقدم بإحدى القصص اللي أنا شخصيا تكاد تكون يعني قلبة حياتي قلبا للبطلة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة قصة الإفك حدث الإفك من هنا بدي أنطلق في الحلقة طبعا كلنا يعرف يا أحبة حدث الإفك قصة الإفك حينما تهمت عائشة رضي الله عنها بارتكاب للفاحشة نتيجة يعني هي قصة طويلة جدا النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الجيش تأخرت بعده وقع عقدها أرادت أن تبتغيه فالجيش تحرك هي تأخرت خلفه فوجدها الصحابي المكلف لهو صفوان رضي الله عنه مكلف بلملمة إنجاز التعبير حاجات الجيش التي تقع بعد أن تحرك الجيش المهم في الأخير يعني ركبت على الجمل ومشى بها حتى لحقوا في الجيش والجيش كان يوجد فيه عدد من المنافقين فأوغلوا في سيرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وهي لم تعلم بالقصة إلا بعد شهر من النزول والقصة بتفصيلها موجود في البخاري وفي مسلم بتفصيلها موطن الشاهد أن المدينة تقريبا بشكل شبح تام كانوا يتحدثون عنها وعن احتمالية أنها قد أخطأت أو قصرت أو فعلت ما بين متردد وشاك وما بين واقع وما بين مساهم وما بين مسلم وقصة طويلة وكانت مريضة عائش رضي الله عنها بعد أن علمت في نهاية مرضها ضمن سياقات معينة صدمت وصعقت صعقة كبيرة أن الناس يتحدثون عنها فبتقول لي والدتها أوا قد تحدث الناس بهذا قول يا بنيتي يعني نعم فذهبت للنبي لأم استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث معها في هذا الأمر فاستأذنت أن تذهب لأبيها وأمها وقد كانت قبلها مريضة لم ترهم لشهر كامل فالآن هنا موطن الشاهد اللي بناخد منه نقطتنا وهي عند والدها والدها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وإن كنت بريئة فإن الله مبرئك طبعا ربنا قدرها لحكمة هو يريدها ألا ينزل الوحي ثلاثين يوما طبعا كل ثانية بيوم مش كل دقيقة ثلاثين يوم لا ينزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما يقول يداه كانت مربطتين بالمعنى البشري خلاص ما في وحي بده يتعامل بالقانون البشر وأخذ يسأل ماذا يفعل ووقع بمشكلة كبيرة موطن الشاهد نتخيل مع بعض الحدث عائشة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم زوجها يحدثها أمام أبيها وأمها ويقول لها يا عائشة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب يعني وضع الاحتمالية طبعا لا يمكنك غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبي بشر ولا يعلم الغيب فوضع الاحتمالية هو الأنقاضي إن كنت فاستغفري وإن لم تكوني يعني من نرى سعب الرؤك أكثر من هذا الإنصاف ما بيستطيع النبي صلى الله عليه وسلم لكنها زوجة بالأخير هذا زوجة التي يحدثها فقالت يا أبي أجيب عني رسول الله قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله يا أمي أجيب عني رسول الله وما أدري طب النبي صلى الله عليه وسلم قادر يفعل شيء ماذا أفعل أنا فقالت عباراتها الشهيرة قالت والله إني أعلم أنكم قد سمعتم بالأمر وأنه قد استقر في نفوسكم وأعلم لو أني قلت لكم أني بريئة لم صدقتموني ولو أني قلت لكم أني فعلت كذا وكذا لصدقتموني استقر في نفوسكم وإني لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف لبنيه قصدها يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصيفون طبعا أنا لا أخفيكم طبعا عندها قال قال ثم أشحت بوجهي عنهم ولم يبقى هناك دمع أصلا في مقلتي جف من كثرة البكاء قال عندها نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثين يوما من المعاناة ونزلت براءة عائشة في آيات سورة نور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير شوف موطن الشاهد لما نزلت براءة تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر يا عائشة فإن الله قد أنزل براءتك أمها تقول لها قوبي لرسول الله زوجك قالت له والله لا أخوم إليه فإن الله هو الذي أنزل براءتي طبعا هي الآن الزوجة العاتبة إنجاز التعبير أنا موطن الشاهد النقطة التوحيدية العقدية عندي في الموضوع نرجع شوي لورا من هنا أنطلق أنا حاولت لا أخفيكم أنا كمسلم وأفتخر بإسلامي حاولت أحط نفسي مكان عائشة رجعتك بالزمن وتخيلت حطت نفسي مكانها عائشة أحب زوجات النبي للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت الصديق ثانية اثنين يئدهما في الغار لما عرفت إنه المدينة كلها بتحكي بسيرتها والأدلة ظاهرها قوي جدا ضدها وهي لم تفعل شيء ولم تقصر بشيء أبسط أبسط وسوسة شيطاني بعدها عائشة ليست نبية وليست معصومة بشر يوسوس لها يعني طبيعي بشر رح يجي مستر إبليس يخش على الخط يعني 100% أكيد أبسط شيء توقعته لأنه إبليس يوسوس لها مع حسابي عائشة طبعا أنت زوجة حبيبه أبسط كلمة سيقولها العين أبسط كلمة أبسط كلمة سيقول لها لو كنت زوجة حبيب الله ورسول الله على الأقل أنزل براءتك ثلاثين يوم هذه مكانتك الحقيقية شف هذه الأسئلة والتساؤلات طبعا أنا عم بحكيها بلغة مبسطة بس هو على أرض الواقع قد يكون 100 مصيبة أكبر من ذلك على أرض الواقع فنصعق عند ردة فعلها فصبر جميل والله المستعان ما دخل عندها فكرة أنه يا رب طب ليش أنا شمعنا أنا طب يا رب أنا إيش عملت طب يا رب العياذه بالله طبع حساب ما أنا زوجة محمد نهائيا من هنا أن طبع هذا مثال مثال عندنا لأقصد هي يقينة لم تكن تعلم الغيب لكن عندها ثقة بإيش بحكمة الله فبقول أنا لطلابي في الجامعة أنا أدرس بقول سبحان الله هي لم تكن تعلم أن هناك فئة من البشر سيتواقحون على زوجة رسول الله ويتهمونها ومن يتهمها بنص براءتها في القرآن يكفر فنزلت براءتها وحماية عرضها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يكفر من عارضه أي كرامة هذه طبعا قبل لحظة تتنزل ومطن شاهد عندي موضوع طب ليش أنا ما كانت تدري ماذا سيجري من هنا حابب أسمع من أمير وردوان محمد الله يكلمكم يا ترى برأيك كم أنت مستعد للثقة بالله فيما تكره وسؤالي موجه لك شخصيا أو لما يغلب على ظنك من المجتمع الذي تعيش فيه هل نحن مستعدون للثقة بحكمة الله نعم أو لا ولماذا تفضل يا عميد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أحب أن أجيب عن ردة أم المؤمنين عائشة إن كان من جواب لهذا الفعل العظيم الفعل الجلل فهي كانت عارفة بالله فالسؤال المطروح قبل أن نطرح هل نثق بالله كيف نثق بالله هل علمنا ما الله لأن القاعدة تقول في شيئين في شيء اسم العلم في شيء اسم العمل جميل هيا هل ترى العلم قبل العمل أو العمل قبل العلم فأنا مثلا ولله المثل الأعلى أنا مثلا في تعاملاتي اليومية في تعاملاتي مع أشخاص كيف لي أن أضع ثقة فيك وأنا لا أعرفك جميل صح وما بالك برب السماوات والأرض فإذا أردت أن تسعى وتعرف ثقة الله وتؤمن بها يعني إيمانا قوية يجب أن تسعى لمعرفة الله فالثقة بعد معرفته فأنت أرجعتنا إلى المربع الأول المربع الأول هو لا ثقة دون علم أو معرفة بالله سبحانه وتعالى فأم عائشة كانت عارفة بالله وعارفة بحكمته صبرت على ما كان وكان الله سبحانه وتعالى لا يخيب من ظن به خيرا أبدا طيب برأيك بكلمات مختصرة كم نسبة الناس في المجتمعات العربية والمسلمة الذين حصلوا المربع الأول هو العلم بالله فبالتالي حينما يأتي ما يكرهون في ظاهره يثقون بحكمة الله كم نسبتهم برأيك والله أخاف أن نتحدث برقمه لكن ضائيل جدا ضائيل جدا هذا رأي شخصي والمجتمع اللي عايشين فيه والواقع يعكس ذلك وللأسف يعني طيب سنرجع احنا نحكي كيف نحل المشكلة لكن الآن نصف ونبرز فقط الآن ما رأيك يا ردوان الله يكرمك حقيقة بديت طرق النقطة اللي ذكر أخي أمير صراحة هو الوضع اللي عايشينه نحنا في ضعف في الثقة مع الأسف في ضعف في الثقة نعم يعني وخاصة مع بعض المشاكل اللي حدثت بعض البلدان العربية بعضهم اضطر للسفر خارج البلد بعضهم اضطر ترك عمله زوجته أولاده فسبحان الله هنا تنبع ثقته بالله عسى لخير هنا في العالم عندما تفكر العكس نحنا ليه شيء صار معنا فهنا مثل ما تطرق أخي أمير لازم نحنا يكون عنا معرفة منبثقة تنبثق منها الثقة التي تخلي تخلي الواحد انه متوكل على الله بكل شيء يعني يعمل اللي عليه يعني التوكل هو مفهوم التوكل يعني ممكن أنا برأيي ممكن أربط مفهوم التوكل مع الثقة بالله فأنا لما أثق بيه أتوكل عليه وبالتالي إن شاء الله الله ما بخيب ظن عبد به جميل برأيك الآن شوف أنت قلت نقطة كثير حساسة عدة دول عربية وأسأل الله أن يعني يرحم من توفاه الله وأسأل الله أن يغفر لكل من قصر وأسأل الله أن ينتقم من كل من ظلم والأمر عند الله سبحانه وتعالى لكن هناك مظليم وهناك معتدى عليهم وهناك مشردون يعني عارفين بعدة دول بوجهة نظرك هؤلاء الناس انصدموا بحقيقة إيمانهم لما دخلوا المحك فاكتشفوا أن الأساس الإيماني اللي كان عندهم كان يعني محترق ولا إيش إيش شو تحليلك أنت أنه عدد كبير سبين الناصر عندهم ضعف ثقة بالله هل هو خلل في التأسيس ولا صعوبة الظرف حتى مع قوة التأسيس ما بتحمل الإنسان رأيك الشخصي رأيي الشخصي طبعا سبحان الله الثقة تنبع والمعرفة من الصغر فلما يبنى الطفل أو الشخص على محبة الله وثقته به يعني أي شيء ممكن يصير معه لا تزعزع ممكن يصير معه إنهيار عاطفي مثلا نيزع للدايا يفوت مرحلة اكتئاب لكن بتظل بالنهاية ثقته بالله يعني ما بتنهار ما لازم تنهار هذا رأيي إنه نقص عنده بالإيمان وطبعا هيك أمور ممكن الواحد يكتسبها بالقراءة بالتفكر خاصة بآيات يعني خلال تأسيس للأطناء الصغر أنت رأييك أصناها أنا رأيي جاهز التعبير دور الأبوين دور الأم والأب والمدرسة تماما طب جميل إحنا رح نرجع رح نرجع لسه نحكي كيف نحلل الإشكالية وكيف نأسس وننتقل من العلم للمعرفة للثقة الإشكاليات التدريب عنا عدة محاور لكن حتى أنه نبقى بخط ضمن سير الحلقة رأيك يا محمد الله يكرمك يعني حول موضوع الاستعداد إيش رأيك طبعا بالطبع أنا أثق مستعد لأثق في أي شيء يحصل الثقة في الله أنه تبدأ من منطلق هو بسيط أنه ما أصبك من خير فهو من الله وما أصبك من سوء فمن نفسك جميل جميل حتى نعتك أنت مقتنع بهذا مقتنع بهذا فلما الإنسان بيصيب سوء فلازم شو يعمل لازم يراجع نفسه أنه أنا شو عملت من أخطاء مثلا حتى يوقف لمدة خمس دائرة بس يفكر أنه أنا شو عملت في الماضي وبالنسبة لأنه ما أصبك من الله فهو خير لك حتى لو كان شار أنا إذا فكرت فيه بشكل عميق كفاية فممكن أنه أصل النتيجة أنه هو يكون فعلا هو الخير اللي وأنا ما بعرف سبحان الله تصدقى لكلامك في إحدى الحلقات هنا في هذا البرنامج ولي أنا في محاضرات أخرى ربما موجود على اليوتيوب ذكرنا قصة أمريكي دخل في الإسلام بسبب ابتسامة شخص متواضع جدا مسلم بنى حياته على حديث إن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن يعني موضوع التدريب إحنا رح نيجي كمان شوي على محور إن موضوع هذا يكتسب يتدرب عليه اللي ما عندوش إيش يعمل إلى آخره لكن الله يزيكم الخير حابب شوي أقفز معك إلى محور يعني هو شخصي وإذا ما في أجوبة شخصية لكم الثلاث رح أنتقل إلى واحد ثاني لو ما بنفع تحدثني عن الآخرين هل أنت ممن يحدث نفسه كثيرا أو هلحدثت نفسك ولو لمرة واحدة عن ردة فعلك إذا ابتليت بعضائم الأمور يعني على سبيل المثال الله أسأل الله أن يقدر لي ولكم به الخير موضوع وفاة عزيز مثلا على سبيل المثال افترض أنت الآن جالس عندي واحد فيكم الآن إجتوا مسج سكرنا الحلقة طلعوا له بيقولوله عظم الله أجركم والدك والدك بحادث سيارة مع بعض هسا خطور الاحتمالية على البال واردة يعني في حد فينا ما بغطر على باله احتمالية وفاة والده أو والدته طبعا أنا والدي توفي منذ سنة الله يرحمه صلى الله عليه وسلم ورحمته واسعة والدتي عايشة دائما هذا السؤال أسأل نفسي يا ترى هل سأصبر عندما أبلغ وبعض الأحيان قد تأتيك المفاجأة من جهة أخرى قد تكون الزوجة قد يكون الولد ما بتعرف الفكرة بتدور بالك فيما يغلب على ظنك من وجهة نظرك عظائم وقد يكون أعظم أمور عندك فقدان تجارتك لأنك مليونير ومنسبة إليك أنك ترجع على الصفر أكبر مصيبة أكبر من فوت عزيز فرضا أنا ما بعرف سؤالي هل أنت ممن يفكر عادة وهل فكرت ولو مرة واحدة حابب تحدثني عن هذه التجربة كيف فعلتها لماذا فعلتها وهل أفادتك بدي أعمل نوع من الإضاءة على هذا الموضوع أنا لاحظوا أنا عم بسأل شباب جامعيين متوسط عمرهم عشرين سنة والهدف هو إذا عم بسمعوا إنه مش عفوا ليس متخصا في الشريعة الذي يقول افعل لا تفعل أنا أريد الناس يسمعوا منكم ما رأيك يا أمير أنتم سألتم أستاذ الفاضل هل حدثت منفسكم أكيد حدثنا كثيرا كثيرا أتذكر سنة 2014 أخذت مني خمس أناس أخذت جدتي عمين خالتي وأب صديقي أقرب الناس إلي الشاهد في الحديث الحمد لله وقبل هذا يعني ممكن أحكي قصتي ولكن لما أحكي بدي الناس تسمع مني مو أثير الشافقة ولا هيك شيء أنا كبرت في عائلة أمي مريضة نعم وليدون في كتاب جنيس للأرقام بدي يقول له شيء أنه إذا بدك تعمل سلم للألم أنك تبتلى بمرض أم ولا شيء ممكن الدمعة في العينين بس خلينا منها إن شاء الله تروح نعم لما كبرنا في جو أم مريضة وأنا الحمد لله لثلاث إخوة وثلاث أخوات كمان أبي أستاذ أنا بدي أقول شيء الله سبحانه وتعالى لو نروح لصورة الفجر شو يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما أكرمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان معنى الآية هنا يتحدث عن الكرم يكون بكل أنواعه كرم في العائلة كرم بالعلم كرم بالمال كرم بالرزق ولكن الشاهد من هذه الآية لو اندقق في كلام الله كلام عجيب جدا الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الكرم أي العطاء قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه بمعنى أن الكرم في أصله الخير في أصله وبلا صدق سمع من المعنى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه إزقه ولا أقول من الله أن هذا شر من الله بل هو خير كله خير تمام أعود القسط مع مرض أمي تأكد دائما أن الله سبحانه وتعالى يبتليك بخير أو شر ودائما لا أقول شر لا أنسي به إلا الله سبحانه وتعالى ولكن أحب أن أقول أنك تجد دائما أناسا يقفون أمامك يعينونك على هذا البلاء تلجأ إليهم تجدهم صدر مثلا أنا قستي مثلا لما كنت صغير وجدت حذن عماتي أخوالي لأن أمي كانت مريضة دائما في الفراش مثلا تروح على المستشفى وشي ثاني أكبر من هذا كان الوالد الكريم سبحان الله يعني أعطاه ربي قوة ما بعدها قوة فهذا الوجه الذي أظهره الوالد الكريم أن عكس علينا كلنا ورحنا في الجانب الإيجابي نحن كنا نتألم كثيرا وكنت أكتب كثيرا أول أنا كاتب مبتدى أول ما دفعني الكتابة هو الألم أول كتاب عم أكتبه عنوانه الألم لأنه تألمت كثيرا منه ولكن الوالد الكريم كان بحكمته ومن أوتي الحكمة فقد أوتي حكمة خيرا كثيرة كان يعيننا وكان واقف معنا وكنا نشوف أنه كتاب مفتوح أمامنا نتيجة تجارب ونتيجة صبر ونتيجة فكل وأفراد العائلة والحمد لله بفضل من الله رحنا للجانب الإيجابي الشاهد في الحديث هنا يبتل المر بخير أو شر ولكن بعد البلأ هناك ما يسمى أنت إذا ما أردت خيرا أنت الذي تحدد وتسير إلى الخير وإذا ما أردت شرا أنت الذي تسير شر أعرف شباب فقدوا أمهاتهم فقدوا يعني أعزاء عليهم عاشوا الألم يروح للمخدرات يروح للخمور والعياذ بالله يروح لأشياء بس نحن لا مثلا قشتي أنا رحنا للدراسة كلنا عندي أخوتي دكاترة في الجامعة في الخارج والحمد لله الشاهد من الحديث أن البلأ من الله سبحانه وتعالى خير أو شر وبعد البلأ يوجد ما يسمى أنت إذا ما أردت خيرا تأكد دائما أن الله يعينك بأناس تجدهم صدرا رحيبة كتاب مفتوح ويعينك سبحانه وتعالى هو بذابته فيرشدك الخير إذا ما أنت أردت جميل نخلص من هذا طبعا أحبتي في الله سنذهب بعد قليل إلى فاصل يعني أخونا أمير أدخلنا في فلسفة عميقة جدا تحتاج حلقة لوحدها كيف تتعامل مع فلسفة البلاء والابتلاء طبعا أنا أشكرك ما شاء الله يعني أنت لازم تكتب كتاب عن هذه التجربة صحيح للأمانة لا أقولها مجاملة وضوح الرؤية عندك واضح أنك دخلت في تجربة قاسية جدا لكنها أوصلتك إلى النتائج جميلة جدا ما زلنا أحبتي في الله موضوعنا هل تثق بحكمة الله خاصة فيما ظاهره مكروه من وجهة نظرك ابقوا معنا بعد هذا الفاصل هقد عدنا عليكم أحبتنا في الله حياكم الله مع تتمة هل أنت ممن يثق بحكمة الله وخاصة فيما تكره وفيما ظاهره مكروه لنفسك كنا قبل الفاصل وعيد الترحيب بأمير وردوان ومحمد أهلا ومرحبا بكم فهمت من كلامك يا أخ أمير أن التجربة والألم دفعتك لأن تتفكر في الموضوع وتستعد له استعداد كبير جدا قد نرجع لبعض الدروس الطيبة من هذه التجربة محمد على موضوع حل حدثت نفسك واستعدت حابة أسمع منك تنجربة في مجال كمان كان المنزلي كان عزيت جدا علي طبعا بالماضي فاضطررنا لما بسبب الحرب اضطررنا أنه نترك كل شيء وراءنا منطلع كل شيء كل شيء نعم فلما طلعنا كان موقف صعب كان حزين جدا نعم ولكن النقطة اللي بدي أوصل لها أنه شوالشي اللي بتخسره فالله رح يعطيك الشيء أفضل منه أكيد حلو فلما جيت لهن عشت تجربة ما كنت متوقع عيشها من قبل رب العالمي فتح علي أنه عيش حياة جديدة سبحان الله طب أنا نقطة تركيزي قبل ما تأتي فكرة يعني أنت الآن نطمئن في ما يسمى اللي بسموه باللغة الإنجليزية منطقة الأمان منطقة أمانك كانت البيت والحقي والشارع اللي ساكن فيه أنت مثلا في سوريا ماشي قرائبك أهلك ما عارفك قبل ما تاخدوا القرار بالخروج والإنسح أبو ترك شيء والذهاب لمكان آخر اللي هو من نسبة إليك الآن تركيا الفكرة لمكان تخطر على بالك هل تذكر هذه اللحظات؟ أه شو ردة فعلك النفسية القلبية الاستعداد علاقتك بالله ممكن تعطيني شوية أوصاف عليها هلأ كانت هي لحظة صعبة جدا أكيد ولكن أنه أنا واثق جدا أنه يلي رح يكون في المستقبل أجمل بكتير جميل جميل هذا كان قلعتك طبعا من خوف فكرة تركت من منطقة الأمان طبعا شيء طيب أنا سعيد أن أسمع من شباب هذا الكلام ترى تستغربوا قد تفاجأون أتمنى لو يعني يوما ما للمستقبل هذه الحلقات بعدما نحط على اليوتيوب يأتي متطوعون من العالم وتترجم تترجم بالشو اسمه بالخط السفلي هذا أو السبطايت اللي بيسموه للإسباني والروسي والإنجليزي هناك أعداد مخيفة من الشباب في العالم ينتحرون لأدفه الأسباب حبيبته بين قوسين تركته بنتحر فشل في مقابلة الوظيفة بيطلع على أعلى طابق في العمارة وبنتحر يعني باليابان مثلا بـ 2077 ألف يابان ينتحروا لا عندهم فقر ولا عندهم معاناة ولا عندهم حرب ولا عندهم طرد بفشل بتجربة مقابلة الشغل بيحكولوا أنت مستغنى عنك بيطلع تنبرمح عليه من أعلى الجبل وسلامتك يعني نظرة التصورية طبعا كمان شوية رح نحكي عن بعض التفاصيل بس جيد الآن حابب أسمع منكم يعني يمكن المحور ما أدري يكون غريب عليكم إلا ممكن نتفاعل معاه برأيكم أبرز قضية بتساعدك على أن تتهيأ للثقة بحكمة الله ما هي إيش هو الشيء؟ هل هو معلومات؟ هل هي واعتقاد؟ هل هي تربية؟ هل هو بيئة عيش فيها؟ من تجربتك أنت كشاب يعني لا أنت في الثلاثين ولا بالأربعين ما أقوى ما يعينك على أن تستعد للحظة الصدمات إنجاز التعبير؟ أمير أستاذنا الفاضل إن كان لي من قول أقوله فأحب أن أبدأ بالعائلة فالفرض لما يولد يولد لعائلته أولا هي المدرسة الأولى في عندك أبك في عندك أمك والرسالة اللي بدي أقدمها للشباب والكل يعني الأولياء والشباب مع بعض أن أبوك ليس متفرق كل وقت حتى يأتي إليك ويسألك ابني اسألني فأجيب أبوك يكيد من أجل توفير قوت يومكم أبوك يكيد من أجل دفع كل فواتركم هل لك أن تتقدم إلى أبيك وتسأله أبي علمني مما علمت أبي علمني مما جربت فهذا الباب الأول كمان أمك إذا في عندك قدوة يعني في العائلة خارج العائلة ثم نخرج المحيط والله ما شاء الله عنا علماء عنا هدي وما بعده هدي كتب يا أخي المشكلة في الشباب أن يقول يروح للأغلبية لما ترجع للقرآن الكريم الأغلبية لا يفقهون لا يعلمون أكثر الناس لا يؤمنون أكثرهم لا يعقلون لو ماشينا مع الأغلبية أنت الخاسر في المشكلة حاول تكون عكس التيار وكثير يعني بنسبة كبيرة دائما نجحوا من كانوا عكس التيار ولكن بشرط في طريق الحق فيأتي المجتمع بعد ذلك فيما يسمى وما أعظمه من شيء من فروض أبتدئ به ولكن ترتيب اجتماعي فقط هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبله القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ما الهدف من القصص الموجودة في القرآن ابتلا سيدنا أيوه مثلا ابتلا سيدنا نوح مثلا هذه كلها قصص هذه كلها مدارس تتعلم منها الثقة بالله سبحانه وتعالى جميل العائلة الأب الأم العلماء المجتمع والقصص فقصص القصص لعلهم يتفكرون وكذلك إن في قصصهم العبرة جميل رسائل طبع هذه رسائل يا أحبة ليس الهدف منها التسلي يعني يعلم الله أنه إحنا مش جلسين هنا نتسلى الهدف منها أنت تسمع من شخص بعمرك أخي الشاب أخت الشابة من تسمعون منهم الآن أعمارهم حول العشرين 19 و 18 و 20 و 21 سنة ويتحدثون بقناعات والذي تسمعون الآن يعني ليس كلاما محفوظا حفظه أحد أو كتبه أحدهم لأحدهم وأحدهم الآن يردد ما قيل له أن يقول بالعكس وعبارة عن جلسة حقيقية حوارية بما ينبع من النفس فاصل الله سبحانه وتعالى لينفع بها أخي رضوان ما رأيك إيش أبرز ما يعينك على هذا حابب ضيف أحكي أخي أمير طبعا الأساس هو الطفل مرحلة الأساس والبنية الأساسية لكن في أمر آخر الشاب لما يصل لمرحلة ما سنقول يبعد يعني بيبتعد عن الله لكن تضعف صلته معه يعني المجالس التذكير بالله الأمور الإيمانية بتخلي تثبت هالشيء اللي عنده يعني ما تخليه ممكن يكون أساسه منيح لكن يتردد يتراجع فسبحان الله فذكر فإنما الذكر فإنما الذكر تفاهم سبحان الله فيعني الشاب لما يكون يروح في مجالس الذكر الإيمان جميل ملحظ والله كثير لطيف صحيح حقيقة يعني إيمان تحقيقي فخيري يعني أقول بيصير الإيمان ينبع منه الثقة طبعا جميل إذن أبرز برجة نظرك أنت ما يعينى هذا الموضوع أنه ينحط في بيئة لها علاقة بقرب من الله منذ الطفولة مثل مجالس الذكر بالمعنى العام طبعا كل ما فيها عمية الخير طبعا في هذا السياق إن كان لي من نصيحة أنصح كل من يسمعوني الآن بإمكانك تدخلوا على جوجل وتكتبوا قصة هي قصة صغيرة يعني رواية قصيرة أو قصة طويلة اسمها حديث الشيخ لسليمان العبيدي نصيحة لوجه الله تعالى صعب أشرح لك ما الفكرة منها فقط اسمها حديث الشيخ لسليمان العبيدي موجودة PDF على الإنترنت اقرؤوها وبإذن الله راح تدعو للشباب وتدعو لي فيما له علاقة باللي ذكروا الأخ رضوان الآن وخليها مفاجأة إيش العبرة من هذه القصة لكن أنا شبه متيقن أن من قرأها ستتغير حياته وأتحداكم على كل حال هيا خليها مفاجأة لمن أحب أن يقرأ أحكي لكم بعد الحلقة شو موضوع القصة إن شاء الله ما رأيك أخ محمد على موضوع أبرز ما يعين على تأسيس الاستعداد للثقة بالله برأيك تحدثوا عن مجتمع عن عائلة عن مجالس ذكر عن تجارب أنا بأييد رأي أخوتي بوضيف على هنا الشيخ اللي هو حديد بس اللي هي الصلاة 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 اللي محافظ على صلاته هو أكيد على صلة وثيقة مع الله فهو على موعد مع الله خمس مرات في اليوم جميل ملحظ كتير لطيف قيل أروني صنعتان تعد على صانعها خمسة مرات في اليوم خمسة مرات في اليوم وتتعرض للتلف سبحان الله نطيف والله معنى كتير رائع وهذا طبعا سبحان الله بيعطينا موضوع التأكيد العجيب من زاوية على موضوع الصلاة في الإسلام يعني على موضوع أول ما يسأل الحديث المعروف أول ما يسأل عنه العبد يوم القيام يعني فاتحة السؤال والحساب هي موضوع الصلاة ولحكمة يريدها الله كل أحكام الإسلام كاملة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقدماه على سطح كوكب الأرض إلا الصلاة أكرمنا فيها عبر حبيب المصطفى وهو في السماء السابعة سبحان الله جميل الله يزيكم الخير وبارك فيكم إن شاء الله طيب حاب أنتقل أنا أسمع منكم الآن حكيت عن طفولة مجالس طفولة بدي أفترض الآن وعلى أرض الواقع الافتراض التبع يوجد منه آلاف من تجربتي المتواضعة في التعامل مع الناس في شخص ما صح له عدم المؤاخذة لا أب ولا أم ولا بيئة ولا مجالس ولا تربية ولا كل ما ذكرتم لسبب ما فيما عمليا الناس لا أب سائل فيه ولا أم سائل فيه وقد يكون يتيما والمركز العاش فيه ما حتساءل فيه أو كانوا غير ملتزمين أصلا يمكن في ناس صحوا على الدنيا أبائهم يعاقرون الخمر وأمهاتهم ربما والعياذ بالله يعني ما لهم يعني إحنا بنحكي باللهاش علاقة بربنا فعاش إحنا بنحكي باللهج الأردنية بعل يعني على ماء المطر ما يأتي لم يسقيه أحد في السقاية قدر الله سبحانه وتعالى فثم انتبه إلى نفسه وأراد أن يبني نفسه بعلاقة جديدة مع الله فجأة طبعا عنده مفهيم كثيرة خاطئة أو عنده مشاكل لا عنده تدريب على الصلاة ولا عنده تدريب على المؤاخذة على الإيمان ولا عمل ولا إش ولا إش نهائيا فجاءت له الإشكالية التالية إنه هي الثقة بالله قضية فطرية ها بمعنى أنا مجرد ما هيا أنا التزمت أنا آمنت بك يا رب سامحني أنا أستغفر أتوب تلقائيا مثل عندي ثقة بالله ولا هو أمر بعد الإيمان النظري علماتي يتدرب عليه يتدرب بمعنى هل أستطيع أنا أني أدرب نفسي على الثقة بالله هل هناك نمط تفكيري يعينني هل هناك سلوكات ينبغي أن أقوم فيها حتى أستعد للثقة بحكم الله ما أدري ما رأيك ردوان نبتد به حقيقة استحضرت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام صراحة خلق يعني ابتدأ الحياة في مثل ما كلنا بنعرف أنه يبحث عن الله عن الحكمة من خلقنا وهالشي خلاي يدور البحث عن الله مين لازم أعبد مين لازم أتبله مين لازم يعني يكون هو معي بكل زمان ومكان فحقيقة الأمر هذا فطري برأيي السبب مثل البكاء مثلا كالبكاء مثلا يبدأ الثقة بالله الفطري فطري ويكتسب يعني الأمرين معنا يعني السبب أنه فطري كالبكاء كسيدنا قصة سيدنا إبراهيم بحث عن الحكمة من خلقنا وبالتالي يبحث عن الله فبرأيي طبعا أنا هذا فهمته وشغلة الأخرى مكتسب مع الوقت يعني لما أنا زيد تفكر بآيات الله وعظمة خلقه سبحان الله بتزيد يقيني أنه هو أعلم مني بما سيحدث بالمستقبل كيف نربط هذا برأيكم الثلاثة مع البداية اللي ابتدأها أخنا أمير لما أنا ذكرت قصة الإفك هو قال أنه ما فيه شير ثقة بدون علم يعني أني كنت لا أعرفك كيف أثق بك أو لا أثق بك أنت عبارة عن شيء زي ما تحكي مجرد نسمي لي فإذا كان إذا كان صاحب القصة اللي أنا وصفتها للصورة المجردة هاي أصلا يعني قلت إخوانا المصري ما يعرفش حاجة عن ربينا يعني والعياذ بالله ربنا ما إلو تصنيف عنده يعني هو كان مصطوب نحساباته هل تعتقد أنه مجرد ما تاب يتحصل تلقائيا عنده ثقة بالله واللي يحتاج قبلها لأشياء معينة صراحة هي نقطة هي فلسبيش وحساسة تماما تماما تدفع ويعمل ما أمر به ما نهى عنه تخليه متفائل يثق بربه بحياته بمستقبله يعني أنا كان بفهم منك أنت وجهة نظرك أنه إنسان بدي يسلم ويثق حتى لو كان قليل البضاعة نجاز التعبير وبعدها يأتي ما يأتي بعدها طيب على نفس الموضوع أرجع لكم الثنين محمد وأرجع لك الأمير على نفس النقطة حاب أسمع وجهة نظركم إيش رأيك الصورة اللي وصفت لك إياها لهذا الشخص بهذا الموضوع ترى في منهم آلاف هؤلاء من من قربما ما يسمعوننا الإنسان بيولد بفترة الفترة اللي داخله هي اللي بتخليه يسأل نفسه أنا لماذا وجدت ما هو الهدف من هذا الحياة من أين وإلى أين وهو القصة فهل شي لما يبدأ يسأل نفسه هالسؤال هالشي بيدفعي يبحث أنت يعني رأيك أنه الفترة رح يشير التساؤلات عنده طبعا لكل إنسان آه فرح يبحث وبعد البحث رح يأوجد أنه هناك خالق للكون وسيؤمن به من أجل صنع الثقة يجب أن يشترط الإيمان أولا وبعد ذلك يعني العبادة يعني العبادة يعني الانتثال لأول من الله وعد ذلك تأتي الثقة تأتي الثقة البحث عن الخالق إن كنت نظريا أعرف وجوده لكن لم أكن أتعامل معه أنا أدخل في سلم العبادة نتيجة العبادة أتقرب أتعرف فبالتالي أثق جميل أشراك يا أمير باختصار أستاذ الفاضل ممكن أقول يعني لهذا الشخص مباشرة كرسالة إليه مباشرة أقول ولو فقد كل شيء لأنه معلمنا مشايخنا وعلمائنا قال كثيرون قالوا لا نسمي الأسماء ولكن كثيرا قالوا من وجد الله فقد وجد كل شيء نعم ومن فقد الله فقد فقد كل شيء الأصل هو في معرفة هذا الله في إيجاد هذا وترى لو تشوف اللغة العربية هناك فرق بين العالم والعارف أن تعلم شيئا ممكن تتلقى نومك أم أن تعرف شيئا فهو يتعدى تلك المعرفة لو تسمح لي في نقطتين أستاذ الفاضل احنا تعلمنا أن أركان الإيمان خمسة ثم السادس إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوده واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره أغلب ما يمر إلى الله سبحانه وتعالى هو القضاء والقدر في جانب الثقة بالله وقدر الله وحكمة الله سبحانه وتعالى فإذا أنت أقررت وشهدت بالشهادتين يجب عليك أن تلتزم بأركان الإيمان فإذا كان التزام أركان الإيمان لازم تسعى إلى المعرفة لازم تسعى إلى تحقيق هذه الشروط لأنه إذا ما توفرت هذه الشروط فهذا إيمان لا أفتع عليه ولكن لربما فاسد نوعا ما باطل نوعا ما إذن نعود إلى الفكرة أن تأتي المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى ثم الثقة الثقة تكون يعني لو الإنسان يشوف في بعض الأشياء لا يمكن فقط أن نشرحها بعقلنا لأن العقل قاسر سبحان الله عقل قاسر مستحيل يوصل الأشياء ولكن في بعض الأشياء مباشرة تروح للقلب لأنه لما تحقق هذه الشروط والله ما خاب عبد يعني حققها فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعينه وهو الذي يهده إلى ثقته به سبحانه وتعالى والقناعة والتسليم لأمره سبحانه وتعالى نذكرني هذا موضوع الاستخارة على سبيل المثال الاستخارة هي صورة يعني على الأقل بألفاظي أنا لدي أبسطها صورة من صور فتح خط خاص مع الله ليقول له يا رب أنا أثق بما سيأتيني من قبلك سبحان الله يعني سبحان الله يعني هي صورة من صورة تدريب على موضوع كيف أنا أثق فتحت خطوط جميل طب من تجربتكم العملية أو من قناعاتكم فيما ترونه ممن حولكم كشباب وهذا طبعا البرنامج هو الشبابي بامتياز والأصل أنه الرسائل توصل بإذن الله من القلبي إلى القلب والقناعات تكون مؤثرة الآن شخص بيكون وراء الكاميرا جالس تعرفوا هاي الفضائيات عجيبة أو ممكن الآن على اليوتيوب هاي الحلقة إلها فترة طالعة ما تدري لن يهدي الله بك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس ممكن يقول والله كلامك يعني مرتب ونظريا صح وكذا إلى خير في عقول تشتغل رياضيات فقط أنتو ثلاثة مهندسين في عقول بتشتغل بمصلحة وماركتينج وبيزنس وإيكونوميك هيك هيك لسبب ما همه افترضوا أن شخصا طرح علينا هذا السؤال الآن احنا برنامج مش هوا لكن لو كان هوا قال لك هاي الفلسفة التي تنظرون بها لو أني طبقتها ماذا استفيد قياسا على قياسا على لما كان يأتي أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله معنى الحديث إذا فعلت كذا وكذا وكذا ماذا لي قال لك الجنة قال إيش عليك كذا وكذا إيش مطلوب كذا قال قال لا أزيد علي قال أفلح وأبيه انصدق بس لاحظ كان سؤاله واضح قال أنا بالمقابل إيش إلي ترى مش عيب ولا غلط تسأل هذا السؤال وحنا عمليا هاي تسمى المصلحة المحمودة إحنا بلحجتنا العامية بيقول طلع طلع في لام مصلح جي مصلح جي بمعنى طلع بدور على المصلحة طبعا إحنا كل لاتنا بدور على المصلحة بس في مصلحة محمودة في مصلحة مذمومة أنا مصلحتي أن يرضى الله عني مصلحتي أن الناس تحبني مصلحتي أن الناس تثق فيي فانتحدث المصلحة فسألنا تعالوا فجاوبوني بلغة الرياضيات أنا الآن بدي أثق في الله ما زلت في الدنيا تحكوا ليش على آخرة ثقتي بالله ماذا أستفيد منها في الدنيا على الجانب النفسي أو المعنوي أو المادي على قرف التعامل مع الناس ما رأيكم بلش فيك يا أرضوان الثقة بالله تبعث التفاؤل تفاؤل طبعا السعادة يعني مثل ما ذكرت بداية الحلقة الشخص الهندي اللي أسلم عن طريقه شخص أميركي نعم الشخص كان متفائل واثق بالله مقتنع تماما بما يحكم الله له في هذه الدنيا نعم فصراحة هذا الموضوع يعني أهم شغله هو يبعث هو السعادة يعني مثل ما ذكرت باليابان مثلا السبب حالات الاكتئاب العالية تسبب مثلا حالات الانتحار سبب الانتحار عدم وجود الحكمة من ما عرفته ليش ليش أنا هون بهالدنيا غير الشغل يعني ما عنده شي ثقفي ما عنده شي هدف أسمى وأعلى أنه يصلوا فحقيقة السعادة هي أهم شي وراحة البال جميل هي اللي طبعا أغلب غير المسلمين ممكن نقول قد فقدوها سبحان الله سبحان الله يعني هي أكبر نعمة الحمد لله نعمة الإسلام صراحة والله أتمنى أتمنى لو في كثير من معاني نقدر نوصلها لمعظم أهل الأرض طبعا أحب تستغرب وأنه بقي معنا حوالي دقيقتين للبرنامج بدي أعطيك دقيقة أو أقل يا محمد دقيقة أو أقل يا أمير على نفس ونختم بهذه المحور اللي هو إحنا عم نجاوب بدي أفترض أنه في بعض الشباب الأنجلسين خلف الشاشة أو على الإنترنت وعندنا فاتل السؤال ماذا سأستفيد فأنت قلت تستفيد تفاؤل بعد ما تبنيها على القواعد لها كدها تستفيد السعادة محمد إيش رأيك تركيبة نفسية للمؤمن هي بتميز فيها عن كل العالم وهي أهم شغلة هي موجودة فيها هي السكينة 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 تحمر كثيرا لما فيها كتير منصفات من ضمن السعادة سبحان الله هذا موضوع السكينة هذا لفظ عام يشمل تحته كثيرا من الأمور موضوع السكينة قد أزعم والله أعلم أنه يعني قياسا على موضوع أنه كيفر النساء سكن للرجال لما ربنا عبر في هذا ففي الهدوء والطمأنينة والراحة والسعادة ولكذا من السكون ومن السكن إحنا مش نحكي أين تسكن شوف أين تسكن هو المكان اللي بتقضي فيه معظم حياتك إنجاز التعبير راحتك لباسك إلى آخره جميل بكلمة خاتمة أقل أقل من 45 ثاني أستاذ الفاضل سأكون أعمق من المعنين هما تحدث عن السكينة صح تحدث عن ساعدة صح أنا أقول إذا ما وثقت في الله أصبح تحية وما دون ذلك فأنت تستحيي لأنه كاتب كتابك موجدك خالقك هو الله سبحانه وتعالى إذا ما أنت وثقت في هذا إذا ما أنت اعترفت بحكمته اعترفت بقدر الذي قدر لك هذا وكأنه ليس حيل ولكن هذا هي الحياة يعني الحياة أني أعترف بمن خلقني أثق في من خلقني وأثق أيضا خيرا وخير فقط أختم بهذه أستاذ ما في يعني في البشر من يجي إليك ولا يقدم لك تجارة مثل تجارة الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي شو يقول الله سبحانه وتعالى أنا عند حسن عبدي بي فليظن بي ما شاء هذا طبعا عبارة عن طبعني أحبة يعني نختم بهالكلمات الطيبة لاحظوا ووجهة نظر طيبة وأحترمها وأيدها وكأنك لم تكن قبلها حيا موضوع الهدوء والسكينة والطمأنينة التي ذكرت إن فقدت ماذا تعني؟ تعني موت يومي جسدك باق على سطح الأرض لكنك تموت مئات المرات قلق على الرزق وخوف من الناس وخوف من المسؤول وخوف من الفلوس وخوف من النجاح خوف من الرسوب وكل شي خوف على النجاح اللي حصلته نضيع منك كن عندك ثقة بالله طبعا هذه لها منظومة ضخمة جدا إنه الرزق من الله والتوفيق من الله والأمر إلى الله وستعود إلى الله الأمر طبعا يعني ربما يحتاج حلقات لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا طبعا باسمكم أشكر الأحبة الثلاثة الله يكرمكم أخنا أمير وأخنا رضوان وأخنا محمد جزاكم الله خير صلى الله أن يأجركم على ما أسهمتم به ولنا لقاء آخر في إيدي بإيدك وإن شاء الله نكون قد تعاوننا على أن نحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى نحسن الظن بالله هذه تحية من محبكم أمجد قرشة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة